ترجي صعد للنهاية وهيواجه النادي الاهل ان شاء الله المطشين يوم 18 بالمناسبة يا شباب المطشين يوم 18 و 25 مايو الزهاب هيبقى في تونس والعودة بإذن الله في الكاهرة النادي الاهل يلعب مباراة العودة في نهاية دورة ابتالة أفريقيا في الكاهرة يوم 25 مايو والزهاب يوم 18 مايو سبت وسبت يعني الترجي صعد الافضل للاهل كان الترجي ولا سان داونز لا سان داونز سان داونز بقالهم فترة يعني حتى نتاجهم في الدور الجنوب أفريقي مش كوي سينجي قلس هو الفرقة دي سبحان الله يعني بيبقى كل فترة كده بتطلع فرقة جامدة قوي 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 مره دا يعملوا كده لحد مايبدأ غيروا ثاني في اللعيبة ويشتروا اللعيبة جديدة بنيت قوي في نتاجهم انهم فرقة عادية جدا نتاج حتى اللي كانت في المجموعات كانت فرقة عادية جدا بيخسروا عادي من فرق وبيكسبوا على عرضهم عادي دا الطبيعة بتاعهم الترجي المشكلة في الشمال أفريقيا المصريين تضييع الوقت والحاجات اللي بتحصل دي هم مميزين فيها جدا سواء فرق المغرب أو تونس أو الجزائر أو ليبيا مميزين فيها جدا اجاب بالنسبة لي سان داونز لأ كنت ممكن تكسبها عادي جدا بس الاهلي في بطولة أفريقيا تخطى الحكاية دي بتاعت فرق الشمال أفريقيا في فترة معينة يعني هي الفترة يعني ما قبل الكورونا وما بعد الكورونا حاجة تانية بعد الكورونا الفرق يعني النادي لأهلي هو الوحيد اللي كان بيدعم الفرق دي كانت خلاص الفرق ما عندهمش فرق فهتلاقي الفرق دي على طول بتقصد بالتلاتة وبالالأربعة اعتقد دلوقتي الموضوع اختلف شوية بدلين انهم وسطوا نهائي بقالهم فترة موسطوش نهائي فرقة بلغة الكورونا فرقة رخمة بمدرب بتاعهم برتغالي بيعرف يدافع كويس بيعرف يلعب بيعمل تحولات هجمية كويسة بانت النهاردة في ماتش سان داونز سان داونز استحواز 73% وعرف يكسبوا المباراة فالفرقة اللي بتاعف تدافع كويسة ساعة لعبة فرقة كبيرة دي تبقى فرقة قويسة انا بقى بحس انه الاهلي حتى في الدوري مع الفرقة اللي بتلعب كورو على الارض بيتدايق شوية يعني بتاعف تبني من تحت وبيعرف يشتغلوا على الارض بيتدايق شوية الاهلي بيعنده مشاكل شوية الفرقة اللي هي بتعمل تحولات او بتشتغل بشكل شوية عشوائي بتبقى الامور يعني اسهل بالعكس انت المباراة المباراة الاخسرة الاهلي السانهلي من من فالدوري البنك الاهلي شوف كل الجوان البنك الاهلي كل هاتحولات لكن الماسي الكوره الاهلي يعني في تعمل الا انت وقف صحة قدامك يعني انت هو ماسي الكورك انت المشكلة في الفرقة لزي الأهلي والزمالك ان انت فرقة هجومية فتح الملعب فم ف ingenفط الدفاع بيطلع ورا نص الملعب فبقى بقى Wildily الفرقة اللي اتربع على التحولات دي لازم يبقى فيه على طول عندك مساحات ولازم يروح كل شوية احد للجون. لكن اللي بنقل ده ما انت هتوقف هتقفل ورا. هتوقف سيب وينقل زي ما انت ساعة ايام ليه. يبقى عنده مشكلة. التحولات معنا حتى ايامنا التحولات كده. لان مثل الملعب اللي ساعات كان بيفتح الملعب كله بيهاجل. تلاقي اتنين وقفين ورا. اه. شوية تلاقي تلاتة على اتنين. هلاص ما انت لو فرقة عارفت تخرج بكرة كويس عنده صراعات. هلاص الموضوع انتهى. صح. لا انا يعني مختلف فاك في الموضوع ده لا. التراجع اصعب للاه من سان داونز. اه لا. سان داونز فرقة يعني يعني هي بس مش فريق بطولات. يعني هو عارفة عامزة بتاع اسيوبيا. يمتعه نفسهم كويس او تلاقي بيهاجل في الملعب ومش عايز يكسب. اه. هي مش فريق بطولات. بدلين ان هو يعني السان اللي قبل الفاتت. لكن التراجع بيعافي اخب بطولة. بيعافي اخب بطولة. تراجع فريق بطولات. اه. الودات فريق بطولات. بدلين السان اللي فاتت. الودات واخب منه البطولة هناك. اه. كان قابل النهائي ساعد البوتولة قابل الفات قابل الفات ٯ يعني اطبيعي سيد الطائن النهائي لازم يكفل HE أه يعني قصد إن هو يوصل المراحل دي وبيخسر عادي يبقى مش فريق البطولات لكن النادي الاحلي sobrilly الوداد اللنجم الساحالي اللنجم الزمالك يعني الفرق اللي هي بتبقى يعني الفرق اللي هي بقى كبير في أفريقيا تبقى دي فريق البطولات صحيح